يقول السائل وإحسن الله إليكم ما هي أفضل طريقة لتحضير الدرس الحمد لله رب العالمين وبعد هذا أمر يرجع إلى همة المحضر وإلى عزيمته وإلى فهمه وإلى إلمامه بمقدمات ما سيلقيه على طلابه وعلى حسب تجربة العبد الضعيف في دروسه التي يلقيها على طلابه وأحبابه من طلاب العلم هو أننا نحضر هذا الدرس بناءً على عدة خطوات الخطوة الأولى أن نفصل الكلمات وأن نبين معناها فإن كانت تفسيرًا فلابد من بيان معاني الكلمات وإن كانت متنًا فقهيًا أو متنًا حديثيًا فلابد أن نبين هذه الكلمات وأن نبين معناها فبيان معاني المفردات التي تشرحها كتابًا وسنة هذا من الخطوات الأولى حتى يتصور الطالب ويتعرَّف على معاني ما سيلقى عليه من العلم والأمر الثاني أن نبين معناها إجمالًا فإذا فسَّرنا للطالب المعاني الإفرادية فحينئذٍ هو يحتاج إلى معناها الإجمالي فلابد أن نبين له المعنى الإجمالي لما نريد شرحه وتعليمه إياه ثم الثالث لا بد أن نحضِّره تدليلاً فإن هذه المعاني الشرعية تحتاج إلى أدلةٍ تسندها وتبين صحتها فلابد أن نحضِّر الأدلة وهذه الأدلة لا تستقر في قلب الطالب في الأعم الأغلب إلا إذا حضَّرنا وجه الاستدلال منها فإذا لا بد أن نجهز وجه الاستدلال فنذكر الدليل معقوبًا أو مصحوبًا بوجه الاستدلال ثم من التحضير وكماله أن نبين الأقوال الأخرى التي خالفت ما قرره صاحب هذا الكتاب الذي نريد شرح كلامه ثم نرجِّح بين قول صاحب الكتاب والأقوال الأخرى مستندين إلى أوجوه الترجيح التي قررها العلماء في كتب أصول الفقه فإذا شرحت بناءً على هذه الطريقة فإن الطلاب سيستفيدون من شرحك فائدةً كبيرة وألخصها لك في نقاط الأول بيان المعاني الإفرادية الثاني بيان المعنى الإجمالي الثالث بيان الأدلة مصحوبةً بوجه الاستدلال الرابع بيان الأقوال الأخرى وأدلتها ثم الترجيح والنظر فيما بينها والله أعلم